شكراً للزملاء وأهلاً بكم في النشرة الرياضية ألحق فريق الرفاع الخسارة الأولى بمنافسه فريق الخالدية بعد فوزه بهدف دون مقابل في ختام المنافسة الجولة الثامنة من دور ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق اللاعب علي حسن سعيد في الدقيقة الثامنة والثمانين وبهذا الفوز وصل الرفاع للنقطة الثالثة عشر ليتشارك وصافة الترتيب مع الخالدية والرفاع الشرقي في حين تصدر الأهل الترتيب برصيد أربع عشر نقطة وفي المواجهة الثانية نجح فريق ستراب في استياز نظيره الشباب بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعته مع الأستاذ الشيخ علي بن محمد آل خليفة ليحقق بذلك انتصاره الثاني ويرفع رصيده إلى تسع نقاط متقدما للمركز الثامن فيما مني الشباب بالخسارة الرابعة وتجمد رصيده عند سبع نقاط في المركز العشر تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية تنطلق يوم غدين الثلاثاء فعاليات اسبوع بريف الدولي للقتال 2023 والتي تستمر حتى السادس عشر من شهر ديسمبر الجاري على صالة مدينة خليفة الرياضية وذلك بتنظيم من منظمة بريف بالتعاون مع الاتحادين البحريني والأسيوي وبالشراكة مع الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة وقد شهدت البحرين خلال الأيام القليلة الماضية توافد المقاتلين المشاركين في بطولات بريف يشارك منتخب البحرين للعبة البوتشا في بطولة آسيا وأوقيوناتيا للبوتشا التي تقام في هونج كونج خلال الفترة من الثالث وحتى الثاني عشر من ديسمبر الجاري وتضم قائمة المنتخب ثلاثة لاعب هم حازم قاروني في فئة بي سي تو ونوف دسمال في فئة بي سي ثري وعيسى مرجان في فئة بي سي فور وتعتبر هذه البطولة من المراحل الأساسية للتأهل إلى دورة الألعاب البرالنبية باريس الفين واربعة وعشرين تعود بطولة البحرين الوطنية لسباقات السرعة لدراج البطولة الأكثر شعبية في المنطقة لسباقات السرعة للانطلاق خلال الموسم الجديد الفين وثلاثة وعشرين وذلك على مضماره السرعة بحلبة البحرين الدولية نهاية هذا الأسبوع ومن المتوقع أن تحظى البطولة بمشاركة كبيرة من السيارات والدراجات النارية وذلك من مملكة البحرين ومختلف دول الخليج بعد الإقبال الكبير الذي شهدته في المواسم السابقة على مستوى المشاركة والحضور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة